هذه أبرز العناوين قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حسين الشحات يقرر استئناف الحكم الصادر في حقه على خلفية الاعتداء على محمد الشيبي قرر حسين الشحات لاعب الأهل استئناف الحكم الصادر في حقه من طرف محكمة جنح مدينة نصر باستجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على خلفية الاعتداء على الدولي المغربي محمد الشيبي لعب بيراميدس وقال مصدر مقرب من حسين الشحات حسب موقع في القولة المصرية قرر الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده في قضية الشيبي وضف المصدر ذاتها تفسير حرمان الشحات من الاشتراك في أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات هو حرمانه من أي منصب إداريا أو الشرك عضوية بالأندية ولكن لن يعفيهم من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد اصدرت حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في حق حسين الشحات لعب الأهلي وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه إضافة إلى حرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات يذكر أن الشحات كان قد تهجم على الشيبي وصفعه في المباراة التي أقيمت بين الأهل وبراميدز ضمن الدورة المصر الممتاز وهو ما دفع اللاعب المغربي إلى مقاضاته لإستعادة حقه المعنوية شاهد لحظة وصول لاعب المنتخب المغربي إلى معسكر المعمورة شرعت عناصر المنتخب الوطني المغربي لكراس القدم في التوافد على مراكب محمد السادس اليوم تأهب لمباراة الزامبيا والكونغو برازافيل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفية كأس العالم الفين وستة وعشرين الخاص بالمنطقة الافريقية ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب المغربي في موقع التواصل الاجتماعيكس صور وصول محمد الشيبي ويحيى عطية الله وإلياس بن صغير وأسامة رغلين جدر بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظره الزامبي في السابع من يونيو المقبل إن شاء الله على أرضية ملعب أدرار بأغادير في الثامن مساء وسيرحل إلى كينشاصة بالكونغو الديمقراطية لمواجهة الكونغو برازافيل يوم الثلاثة الحادي عشر من يونيو المقبل إن شاء الله بملعب الشهداء بداية من الخمس عصر بالتوقيت المحلي بطقوس مغربية مئة بالمئة اللاعب الدولي وليتشديرا يحتفل بزواجه من فتاة مصرية احتفل الدولي والمغربي وليتشديرا لاعب فريق فريزانا الإيطالية والمعارم نابولي احتفل يوم الأربعاء بزواجه من فتاة مصرية اسمها بسمة سالم وحضر حفل الزفاف الذي أقيم في إيطاليا عائلة وأصديقاء العروسين المقربين فقط وتمييز الحفل بالتقوس المغربية كالنقافة العمرية والأكل المغربي وغيرها من التقوس التي تمتاز بها الأفرح المغربية وظهر شديرا وزوجته بسمة بعد بعدة إطلالات من بينها إطلالة خضراء بالتكشيط والجبادور وأخرى بجبادور أبيض وتكشيط بيضاء وكانت أجواء حفل الزفاف الذي أقيم فيها وإطالق مغربية مئة بالمئة حيث كانت تحتى الاختيارة الموسيقية للعروسين مغربية بامتياز يذكر أن وليت شديرا قد أنعاش أمال فريقه فريزونوني بالبقاء في الدرجة الأولى عندما قده إلى فوزين تمينين على مضيف مونتسا بهدف السفر فيما لحق الصلصول بصالزين تانى إلى الدرجة الثانية بخسرته أمام مضيف كالياري بهدفين السفر الأحد الماضي في المرحلة السبعة والثلاثين وما قبل الأخير من دور الإطال لكرة القدم صحيفة أس أيوب الكعبي بطل أتينا الجديد كتبت صحيفة أس الرياضية الإسبانية أن أيوب الكعبي أصبح بطلا جديدا لأتينا مصلت تنضع على إنجاز المهاجم المغربي الذي قد فريقه أولمبياكوس للفوز بأول لقب أوروبي لها بعد تغلبه على فيرونتين بهدف السفر في المباراة النهائية لدور المؤتمر الأوروبي ودفت الصحيفة الإسبانية أن النجم المغربي فجأة دفع فيرونتين برأسية في الدقيقة 116 ليمنح النادي اليوناني لقب دور المؤتمر الأوروبي واستغل أيوب الكعبي سؤات مركز مدافع فيرونتين واستجل الهدف الأكثر تميزا من بين الأهدف الثلاثة والثلاثين التي سجل هذا الموسم وفق لأص واكد المصدر أن الدولي المغربي أبهر الجميع بموهبته في هذه البطولة الأوروبي حيث سجل خمسة أهدف في مبارتين ضد أستون فيلا في نصف نهائية وبفضل فعالية الاستثنائية توجد الكعبي كأفضل هدف لدور المؤتمر الأوروبي برصد 11 هدفا المغربي الخنوس ثاني أفضل لاعب شاب في أوروبا حل الدولي المغربي وصنع ألعاب جنك البلجيك بلا الخنوس صاحب 19 عاما في المركز الثاني بقائمة أفضل لاعبين الشباب أقل من 20 عاما في الدورية الأوروبية عن الموسم الحالي حسب مؤشرة المركز الدولي للدراسة الرياضية وتصدر القائمة النجم صاحب الأصول المغربية ولاعب المنتخب الإسباني ونادي برشلون ألمين يامل بتنقذ بلغ 8.6 ويقدم الخنوس موسما مميزا مع جنك حيث يعد قطعة رئيسية لدى المدرب المحلي دومينيكو أوليفر الذي استعمله في 49 مباراة هذا الموسم في حين قاد لاعب منتخب أصد الأطلس فريقه إلى مرحلة التتويج النهائية في الدورة البلجيكية القائمة اقتصرت على اللاعبين في الدورية الأوروبية العشر الكبرى دون 20 عاما وقد تصدر يامل المشهد بـ 80.6 من أصل 100 عطفا على مردوده الفردي المميز مع الفريق الكتالوني واجأ بعده الخنوس بـ 77.1 وثالثا يأتي الواعد لعب برايتون الضهير الأيسر الأرجونتيني فالونتين باركو بـ 69.2 ثم صنع الألعاب الفرنسي ونجمورين المتواهج دي سيردو الذي قدم عشر سهمة تهدي في هذا الموسم بنسبة 68.9 وخمسا الجنح الأيسر الألماني مينماينز بارخان غوردابي 60.1 ويعد الخنوس صاحب الـ 12 مباراة دولية أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية في الدولة البلجيكي بقيمة 25 مليون يورو واللافت أن قيمته قفزت قفزة هائلة مؤخرا ففي بداية الموسم كانت 11 مليون فقط أي أنها تضعفت في أوضن عشرة أشهر فقط ونال الخنوس جائزة أفضل للاعب شاب في بلجيك عام 2022 ثم حصد جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب مغاربي في الدولة البلجيكي عام 2023 كما اختارت الصعيفة توتسبور الإيطالية ضمن أفضل 25 موهبة جبة في أوروبا عام 2023 هذه التطورات الهائلة في قيمة اللاعب وحصده لمتتالي للجوائز تخبرنا عن نجم قادم بقوة في سماء كرة القدم الأوروبية وابت النجم المغربي على لائحة الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة حيث قالت صحيفة إلديس ماركا الإسبانيا أن أطلسيكو مادريد يخاطط للتعاقد معها فيما زعمت مجلة فورفورتو البريطانية بأنه مطلوب في مونشستر يونيتد